اشتركوا في القناة من بداية الانطلاق وتواصل هذه الشعرات التي سارت وتبحث عن الناموس ومن جد وجد ومن زرع حصد اكيد ومن سار على الطريق وصل نسير الى مقدمة الشوط ونبحر في تحدي هذه الانطلاق المركز الاول شاهين تعود من كيتا لذيابر محمد بن ركاض العامري ينطلق مشاهدين العزاء ويحتل صدارة هذا الشوط بينما المركز الثاني المركز الثاني الطليلي صالح بن خادم الزرعي بينما المركز الثالث من الجانب الاخر احمد او من حاش تعود ملكيته للي بن خليف بن رشيد السويدي يحتل المركز الثالث اما المركز الرابع فانطلق الان سراب حمد بن سلطان بن عوازي النعيمي يصل يحتل المركز الرابع مشاهدين الكلاب المركز الخام السلطان بن محمد بن قوبع هنا يتقدم مع وجود هداد على المركز الخامس بينما المركز السادس حمد بن محمد بن جهويل المري ليقدم لنا راهي في سادس المراكز هناك المركز السابع حيي بن خلفان الهام ليقدم لنا حبشان في هذا الموقع وهذا المكان المركز الثامن المركز الثامن من خلال هذه اللحظات مشاهدين العزاء مخلص حمد بن سالب بن حمود العمري والمركز التاسع سعيد بن راشد بن حمد بن غدير واصل مع السليماني ليحتل المركز التاسع بينه المركز العاشر المركز العاشر اللي وصل الان الشارد جاسم بن محمد الوهي هذه النتيجة هذا هو النداء الأول لمجريات هذا الشوت سار من سار احتفل من احتفل في انطلاقتي هذا اليوم وكيد الفوز والنموز من نصيب الأخوة الفائزين المستعدين استعداد كامل ومهيئين لانتزاع المراكز الأولى في صدارتي وفي صباحة هذا اليوم لكن نعود إلى صالح بن خادم الزرعي على مقدمة هذا الشوت في عنوان الطليلي في تحدي الاسم الطليلي على المركز الأول حامل اللواء الناموس والنواء التحدي في هذه المشاركة بينما المركز الثاني سلطان بن محمد بن مسفر بالقوبع ليقدم لنا هدات في هذه اللحظات في هذه الانطلاقة لكن المركز الثالث بدأ الآن في التسلل شاهين الله يا شاهين هناك شاهين تعود ملكيته لذياب بن محمد بن ركاض العامري وصلوا في هذا المركز الثالث في هذا المستوى المركز الرابع حبشان واصل حبشان حيي بن خلفان الهام ليوصل من خلال هذه الانطلاقات وصل من خلال هذا التحدي ولكن المركز الخامس الجانب الأخر هناك يأتي عليه من خلال اللحظات من حاش علي بن خليفة بن رشيد السويدي وصل إلى المركز الخامس المركز السادس السليموني تعود ملكي تسعيد بن راشد بن حمد بن غدير يحتل المركز السابع لكن المركز الثامن نشاهد ونتابع سراب حمد بن سلطان بن عوات النعيمي وحمد بن سال بن حمود العمري في المركز التاسع بينما من يختم النداء هناك يتواجد الطليلي تعود الملكي المهير بن محمد بن خميس الاكتبي في المركز الخامس أو العاشر هكذا هي النتيجة هكذا هو النداء الثاني مشاهدين الأعزاء لعودي للبداية ومنحاش الآن ينحاش عن الجميع وهو بسيطر على مقدمة هذا الشوط يتابع من خلال قناة دبي ريسينغ ولكن الأفضل حتى هذه اللحظات و1200 على خط النهاية وبرشيد مسيطر في صدارة هذا الشوط علي بن خليه بن رشيد السويدي على صدارة الشوط لكن أرى السليماني يهدد تهديد كبير وخطير من خلال هذه اللحظة سعيد بن راشد بن حمد بن غدير لكن هداد واصل سلطان بن محمد بن مسفر بالقوبع يتقدم نحو المركز الثالث يحيي بن خلفان الهاملي قدم لنا حبشان على المركز الرابع بينما المركز الخامس كذلك أحيي بن خلفان الهاملي أو أحمد بالفعل خلفان بن محمد الهاملي قدم الذيب ليحتل المركز الخامس المركز السادس يوصل اسم جديد في هذه اللحظات مرعوش واصل حمد بن سهيل بن خيرات العامري واصل هكذا النتيجة هكذا هو الأداوة لكن بن غدير بن غدير بن غدير مع السليماني حبشان قادم حبشان قادم ولكن المرعوش واصل المرعوش واصل واصل مرعوش مشاهدين اللحزاء كذلك الذيب هذه اللحظات هذه اللحظات المميزة هذا هو التحدي ولكن هناك شعار بالفعل بالصوب على مقدمة الشوت وغير الطليلي الطليلي بالفعل هنا الطليلي مهير بن محمد بن خميس اللي على المركز الأول وسيطر الطليلي الطليلي يلا يا بالصوب في صدارة الشوت لكن المركز الثاني مرعوش حباد مسهيل بن خيرات العامري المركز الثارث حوده إلى السليمون يوسعيد بن راشد بن غدير يبغي يطيف لنقطة في صباح هذا اليوم فوق النقاط الماضية ولكن أشوف الطليلي يحاول الطليلي الطليلي ما شاء الله يبصوب الطليلي مهير بن محمد بن صوب هناك ياتي مشاهدي العزاء على المركز الأول سلامنا للرفاد ولكن آلي مرغم آلي مرغم آلي مرغم اللحظة الأخيرة السليمون ينتزع المركز الأول تانين هو ناموس سعيد بن راشد بن غدير على هذا الفوز المركز الثاني مهير بن محمد بن خميس مصوب المركز الثارث حمد بن سهيل بن خيرات العامري والمركز الرابع حيي بن خلفان الهاملي والمركز الخامس هداد سلطان بن محمد بالقوبع هو من احتل المركز الخامس مشاهدين العزاء في انطلاقة هذا الشوت كانت أجواء رائعة ومرافزة قوية لتحدي هذا الشوت ولكن العنوان الأخير اتضح من خلالها لمرغم لتقديم السليمان لني ناموس هذا الشوت بتوقيت زمني مقدارها ست دقائق أربع ثواني وثمانتحشر جزء من الثاني تانين هو ناموس للمحنك سعيد بن راشد بن غدير على إضافة رقطة أخرى في صباح هذا اليوم بينما المركز الثاني كان الطليلي بالفعل ما قصر قدم أداء مميز وأداء جميل للغاية مهير بن محمد بن خميس بالصوب من الثانية المركز الثالث كان مرعوش لحمد بن سيل بن خيرات العامري من حضر على المركز الثالث بسد دقائق شوف توقيت الزمني وخمس ثواني خمسة أجزاء من الثانية كانت توقيت مشاهدين الكرام في لحظات التحدي الأخيرة لمجريات هذا الشوت بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحمد الكريم مشاهدين متابعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر